كفلوا بالفعل عدد الأسر اللي كفلوا بالفعل عندنا في مصر 14 ألف أسرة تكفل 14 ألف وخمسمائة طفل وقول لها ديك رقم بقى على المستوى التاريخي لأنه عندنا الأغلقه ما هو البنت لما تتجوز أو اللي خلاص يعتمد على نفسه بنغلق له ملفه احنا عندنا 18 ألف ولكن الموجود على أرض الموجود فعلي حالياً 14 ألف أسرة تكفل 14 ألف وخمسمائة طفل عندنا قائمة انتظار ده مدينة حاجة كويسة جداً كالجان محلية وكلجنة عالية للأسر البديلة في الوزارة لأنه وارد إن الأسرة تترفض فتيجي تتظلم تتظلم عند يمين فتيجي عندنا في الوزارة في اللجنة العالية للأسر البديلة كفلة تتظلم وده مطميني والله على المصريين فبنقابل الأسر مرة تانية معنا كلام حضرتك 14 ألف أسرة كفلت 14 ألف وخمسمائة طفل ده معنا أن في أسر بتكفل أكتر من طفل بالضبط تمام حالك قلت في الأول ممكن لحد ثلاث أطفال لا الجزء اللي أنا بتكلم عليه اسمه شبه أسري ده بديل إحنا عشان نتنقل من مؤسسي اللي هو فيه عدد كبير للنظام الأسري عايزين نلغي الأسر البديلة دي ونعمل لا إحنا عايزين نلغي المؤسسات دور الرعاية المؤسسات بالتدريج نقلل نقلل العدد لغاية ما إن شاء الله في فترة ما يبقى ما عندناش مؤسسات رعاية كتب معي عشان نتنقل النقلة دي لازم يبقى عندي البيت الصغير البيت الصغير ده برضو يتبع جماعية أو مؤسسة وفيه زي ما قلت لحضراتكم زوج وزوجة طبيعيين بيأكفلوا أبناء ممكن يكونوا ثلاثة لغاية عشر لا طيب كويس أم الخطوة اللي بعديها دي خطوة ولكن الأصل في الموضوع هو الأسري الأسري مين؟ اللي هو الأسر البديلة الكافلة الأسر البديلة الكافلة اللي احنا قلنا رقمها النهاردة احنا بنشغل عن منظومة دي وعشان كده فكرة مركز الكافلة الوطني اللي أنا قلت لحالك لتوحيد مسارات الخدمة دي بتتريح الأسر إنها هتسافر وتروح وتشوف أطفال في محافظات تانية ابتدينا بهذا المركز اللي هيكون طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا المؤسسة الشريكة معانا في اسم مصر الأطفال في احتياج في المكان دوت فيه عدة خدمات وده مهم جدا أول حاجة هو في دعم نفسي للأطفال هو ده أهم حاجة كنا نتكلم عليها في الأول بالضبط وفي دعم اجتماع نتعامل مع نفسين إزاي ونقوله إيه وكده ده مهم بالضبط وفي دعم اجتماعي في دعم قانوني إيه دعم قانوني الأولاد دي محتاجة أوراق سبوتية بالضبط فمين اللي هستخرج للأوراق السبوتية فكنا حرسين كوزارة ومع الشركاء إن إحنا نضبط هذا الأمر وبناء عليه أصبح عندنا دعم نفسي كمحور مهم دعم اجتماعي دعم قانوني ورعاية صحية اللي هو جزء بتاع التطعيمات وشهدت الميلاد وده اللي بنعمله مع وزارة السبوتية